ده كلام يعني لأ صار شخصيا فضلت الشيخ أنا مش مؤمن بالحاجات صراحة لما لو قوله آه يعني بص لأيه فيه وصيتي يجي يقعد يقولك حنحدر روح فلان ويقعد يقول كلام أكد فلان ده اللي بيقوله كلام ده عشان يقوله أو لكن أنا مثلا اللي أنا مش عارفها وهاس على حياتك فيه فضالي فأنا هل بعد الموت بتتلاقي الأرواح آه هنا بقى احنا بنتكلم على إيه الروح اللي ربنا جعلها في جسد المخلوق أيو مش الروح اللي هي بتعبر عن المخلوق أيوة بالزبط يبقى احنا بنقصد عشان المشاهد يبقى واخد باله معنا احنا بنتكلم دلوقتي على الروح اللي ربنا نفخف سيدنا آدم وجعلها تنفخ في جميع الخلق بواسطة الملائكة حتى أن سيدنا عيسى عليه من الله السلام لما ربنا ذكر في القرآن قال فأرسلنا إليها إيه روحنا أي رسولنا تتنزل الملائكة والروح فيها هل معنى روحهم فيها لا يعني سيدنا إذن دي مسميات لك لكن إحنا عايزين إيه الروح اللي بتنفخ بإذن الله لأنه بيقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله لا أيضا ولا تحيا إلا بإذن إيه يعني الواحد مثلا من عائلة معينة يعني زوجها زوجها مات وبعد هي هي بتموت أيها طلاقي بقى الأرواح آه طلاقي الأرواح قبل الممات وبعد الممات آه إيوا ما دي عايزين إزاي بقى نيجي فيه السؤال بتاع حضرتك عشان الوقت ما يخدناه آه إيوا بالظبط كبه بالظبط آه نيجي نقول إيه الأستاذة هالة بتحلمه ولا بتحلميش طبيعي مش كده برضه ممكن بتشوفي حد مات من زمان وحد مسافر بعيد قوي وحد قريب منك وحد كذا وحد كذا وبتعمله حاجات وتقوله حاجات الله 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 وبعدين بتلاقي نفسك أن أنت في سريرك الصح أو عند ما تقومي من نومك يعني ولا مش مضبوط الكلام آه دا اسمه طلاقي الأرواح في الحياة آه لكن في الأخ يعني هجيبها هو بقى اسمه طلاقي الأرواح إيه تمام في الحياة دي أنا عارفها وبيقوله عليها التليبسي كمان أنه حاجاتك يحصل تواصل معاك ومع حد بعيد عنك أن أنت تبقى عايز تكلمه فهو بيستقبل إشارات معينة منك دا في الحياة العامة دا في الحياة عادي آه مهو دا برضو مهو في علم النفس قاله إيه التليبسي وطلاقي الخواطر أيه طلاقي إيه طبصي بيتكلمه مثلا يعني مثلا ممكن حضرتك تكلميني على حاجة دلوقتي احنا قدينه آه أو هكلم حضرك تقول ليه يعارف كنت لسه هقولك عليها أو هسألك عليها أو كنت عايزة أرفع سمعت تيفون ويكلم حضرتك آه وفي بالي أن أنا أكلمك آه أبصى ليه كنت بتكلمني بلزاب يبقى دي طلاقي خواطر خواطر في الأرواح خواطر لكن ليس الأرواح ما هي طلاقي خواطر في الأرواح خاطر جاني خاطر فيها أنا آه اللي هو يسموه الإلهام أيوة ربنا ألهامني سبحان الله يقوله دا ابن حلال أو بنت حلال كنت لسه هكلم بزبط كده ما سم حاجة زي كده لكن بقى هنا احنا بنجي في طلاقي الأرواح وإحنا نايمين ليه الله يتوفى الأنفس كلها أيوة حين موتها أيوة موتها إيه الموتة الصغرى أنا بتكلم بسرعة عشان برضو وقتنا طبعا الموتة الصغرى اللي هي النوم اللي هي الله ينتنور عليك ويكرمك أيها اللي هي النوم طبعا نايمين طبعا قال لك يبقى ساعة ما بيتوفى بيأ بيمسك الروح أيوة لكن بأمره الجسم شغال آه فقال إيه فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى لصاحبها إلى أجل المسمى مش كله بس الذي قد عليها خلاص مسك ما يرجعهاش تاني فهنا قاله عند الرحمة بتبقى كده أيوة بتطلاق مع الأرواح الحية والميتة البعيدة والقريبة ليه لأن عالم الأرواح ليس بينه فواصل ليس بينه إيه فواصل سيدنا النبي يقول لنا إيه بقى فيها دي يقول لنا والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولذلك يسألوا والعزب الله أهل الخفر والضلال في يوم القيامة كم لبستم يتسألون وبعدين يقولوا إيه وما لبسنا إلا ساعة من نهار اليوم يوم يوم أو بعضا يوم الله يكرمك مثلا حاجات زي كده فنيجي نقول لا ده إحنا عايزين حاجة تانية بقى بعد الموت الحقيقي مش في النوم بقى لا بعد ده ده نموذج الموت واحدة بتقابل جزها